مخاطر اطلاق العيارات النارية كانت موضع حديث الجهات الرسمية والشعبية والامنية خلال الاجتماع الذي دعت له وزارة الداخلية في قاعة نادي وادي موسى وشدد الحضور على اهمية وقف هذه الظاهرة التي ازهقت ارواح الابرياء ونجم عنها مخاطر عدة فيما تعهدوا بالقيام بدورهم بمحاربة اطلاق العيارات النارية بكافة السبل نظرا للاثار السلبية المدمرة في الاول الاخيرة نتيجة اطلاق العيارات النارية بدون داعي اطلق معاني وزير الداخلية وثيقة منع اطلاق العيارات النارية التي تم اسمعها اليوم الى وجهاء والمؤثرين وشيوخ لواء البترة للالتزام بها وهذه الوثيقة تتضمن مجموعة من الاجراءات الحازمة والحاسمة تجاه كل من يطلق العيارات النارية نشدد على عدم اطلاق العيارات النارية لاننا في لواء البترة نمتاز في موضوع السياحة ونحافظ على ضيوف البترة ونحافظ على المجتمع ظاهرة اطلاق العيارات النارية ظاهرة مزعجة للجميع لا نقبلها ولا نرغب فيها ونتمنى ان نحد منها مستقبلا ونتمنى ان نحتذي بالحدو الطيب ان شاء الله بانهاء هذه الظاهرة في المجتمع المحلي لانها مؤذية ووقع الحضور وثيقة شرف تعهد خلالها بعدم حضور اي مناسبة يتم فيها اطلاق العيارات النارية من البترة زيادة ويسي التلفزيون الاردني اشتركوا في القناة